التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع وبتوقيت جرينيتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء ومصاب العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك حيث قام الرئيس السيسي بتناول وجبة الإفطار مع أبناء الشهداء من الجيش والشرطة وأسرهم المشاركين في الاحتفالية وخلال الاحتفالية حرص الرئيس السيسي على تكريم عدد من أسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير تنطوي وحرص الرئيس السيسي أثناء الصلاة على وقوف عدد من أبناء شهداء مصر إلى جواره في الصلاة كما أدى الصلاة إلى جانب الرئيس السيسي شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة الله أكبر تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوكي ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وعرب الرئيس السيسي في برقياته عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الشقيقة دعينا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده بالخير واليمن والبركات وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الجاليات المصرية المسلمة في الخارج نقلتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول العيد من كبار رجال الدولة قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إن الشعب السوداني سيتجاوز المحنة التي يمر بها حاليا ويخرج منها أكثر وحدة وبما يحافظ على أمن ووحدة السودان ويؤدي للانتقال الآمن للحكم المدني مؤكدا أن القوات المسلحة ستواصل تقدمها في مواجهة المتمردين أعلنت قوات الدعم السريع في السودان موافقتها على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة وأضفت قوات الدعم في بيان أن الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايادة زاويهم نقش الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون مع نظيره الأمريكية جو بايدن عدة موضوعات من بينها أوكرانيا والصين والسودان وذلك خلال اتصال هاتفي وأضف الإيذي أن الرئيسين تبادل وجهة النظر حول تطورات الوضع على الأرض في الأونة الأخيرة بالإضافة للدعم المبذول للمساعدة في المجهود الحربي بأوكرانيا وأكد الرئيسان خلال الاتصال عزمهما مواصلة الدعم على المدى البعيد طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زلنيسكي دعم المكسيك لتنظيم قمة مع دول أمريكا اللاتينية وفي مكالمة عبر الفيديو مع أضاء البرلمان المكسيكي قال زلنيسكي إن بلده عرض على أمريكا اللاتينية عقد قمة خاصة وإظهر اتحادها فيما يتعلق بوحدة الأراضي الدول والسلام والاحترام بين الشعوب ودعا الرئيس الأوكراني المكسيك إلى دعم خطته لإنهاء النزاع وتشمل انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية أكد الرئيس الكلومبي جوستافو بيترو رفضه تزويد أوكرانيا بأسلحة ومروحيات استوردتها بلاده من روسيا في وقت سبق وقال بيترو في تصريحات صحفية في أعقاب محادثاته ومنباحثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إن موقف بلاده الحالي يتمثل في أنه لن يتم استخدام الأسلحة في الحرب وأنه لن يتم توردها إلى أوكرانيا أو إلى روسيا قالت روسيا إن الانفجار الذي حدث في مدينة بلغورد الروسية الواقعة على مكربة من الحدود الأوكرانية حدث بسبب سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها فوق المدينة وأفاد بياننا لوزارة الدفاع الروسية بأن ذخيرة سقطت بشكل غير طبيعي من الطائرة قالت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية إن وضع بلادها كدولة تمتلك أسلحة نووية سيظل حقيقة لا يمكن إنكارها واتهمت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة ودول السبع بالتدخل في شؤون بلادها الداخلية من خلال المطالبة بنزع الأسلحة النووية مشاهدينا انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل